بقرة الحبابة اليوم بتكون مو بس قصة بتكون فايدة وقصة انا مقبل فترة سويت معاكم بوكس ما نقص مال ومن صدقة البوكس هذا بنات موجود في انستجرامي الفيديو ماله يعني تقدرون تروحون تاخذونه من الانستجرام وتنشرونه والفيديو ما في حقوق ولا في اسمي ولا اي شي انا مسويته يعني مسوي الفيديو عشان تنشرونه الوجه الله وايضا احتسبت الاجر لي ولكم ولاحبابكم طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن ووايد وصلني من بنات ان انتشر بالواتساب وقاعد يزول لنا الفيديو انتشر الحمدلله والله يكتب ثوابه لي ولكم قوله وامين المهم سمعوا القصص اللي بقولها لكم اليوم عن فضل الصدقة قبل الله نقول القصص بقول لكم شنو فكرة البوكس البوكس هذا سلمكم الله اتيبين لك اي بوكس عندوك اي كرتون عندوك وتكتبين عليه عبارة ما نقصه ماله من صدقة وتحطينا جدام عينك بمكان كل يوم يعني علشان تذكرينا كل يوم اول ما تقومين تشوفينه عليكم انديين تج على تسريح تج ومكان قريب منك علشان اول ما تقومين من النوم تشوفينه شنو فكرة هذا البوكس هذا البوكس مو علشان اذا متى ما بغيتي التصدقين لا هذا البوكس علشان يلزمك كل يوم تحطين فيه مبلغ واخر الشهر يكون المبلغ يسوى يصير المبلغ يعني مبلغ حلو تعطينا حق اي محتاج طبعا ما تعطينا يا بالبوكس هذا بنات دايما لما نقدم الصدقة لا نحاول نجرح المحتاج يعني لا تعطينا البوكس مكتوب عليه ما نقصه ماله من صدقة لا شي لي الفلوس اللي بالبوكس حطيهم بظرف وعطيهم حق اي محتاج اللي بيع برد حارس مدرسة عامل نظافة عامل بنزين اي عامل جمعية انتي اي شخص تشوفينه محتاج بطريجة عطي المال اللي جمعتيه طول الشهر عشان شذي انا كاتبة عليه تاريخ متى بديت ثاني شي حق اللي تقول انا ما اقدر او بحالتي المادية ما تسمح انه انا اتصدق كل يوم والله بنات لو تصدقهم بمية فلس كل يوم شهر كامل جم رح يطلع المبلغ ثلاث دنانير يعني ان شاء الله كلكم عندكم ثلاث دنانير تقدرون تصدقهم فيها حتى الطالبة حتى اللي يعني تاخذ مصروفها من ريلها او من ابوها كلكم تقدرون طبعا انا افضل حق اللي عندهم معاش واللي تقدر انه ما يكون الصدقة كل يوم مبلغ ثابت يعني مثلا اليوم احط ربع باتش راحط نص اقباء احط مثلا خمسة اقباء ارد احط دينار اقباء امية فلس المهم انه يكون مبلغ كل يوم مبلغ مختلف علشان اذا يتطلعين الصدقة حق اي محتاج ما تعرفين كم في هذا البوكس يعني اكيد لاخر شهر اذا انتي كل يوم تحطين مبلغ مختلف ما راح تعرفين كم في البوكس فتاخذين الفلوس اللي فيه تحطينهم بظرف تعطينهم حق اي محتاج انتي لما تكونين معارفة كم المبلغ انتي حققتين اهم شرط انه ما تعلم شمالك كم انفقت يمينك يعني صدق انتي ما تدري كم طلعتين مبلغ فتكون الصدقة خالصة لوجه الله تعالى تمام المبلغ سواء كان كبير او قليل المهم اننا احنا كل يوم نتصدق علشان ننظل بفضل هذي صدق كل يوم تكتبين كل يوم عند الله من المتصدقين يوميا اللي ينفقون في سبيل الله يوميا يعني انتي يفيض ظل هذي صدقة يوميا سواء عندك امر متعسر سواء عندك شخص مريض سواء عندك امنية انتي كل يوم قاعدة تنفقين حق تحقيق هذه الامنية او انقضاء الامر المتعسر انا فكرة البوكس هذه من وين عرفتها بنات هذه سلمكم الله قبل انا سويتها قبل كم سنة انتشر فيديو بالواتساب او سوري رسالة رسالة بالواتساب عن فضل الصدقة وانه واحدة كانت تتصدق كل يوم وانفرجت امورها وشذي فسويت الفكرة هذه فكرة البوكس فترة والتزمت فيها وشفت اثر عجيب عجيب في حياتي بس بعدين نلهب الحياة ما نلتزم بالصدقة صح نتصدق بس اهي الفكرة من هالبوكس شنو انه انتي كل يوم متصدقين كل يوم صح مرات انت يتصدقين بيوم واحد عشار كامل مبلغ كبير يعني بس اول فكرة من الصدقة انه انا كل يوم اكتب من المتصدقين كل يوم انا بظل هذه الصدقة كل يوم انا اشوف بركة هذه الصدقة انه ما طاف ولا يوم بالسنة انا فيه بعدين قطعت ما قمت يعني اتصدق كل يوم فذاك اليوم شفت فيديو شفت فيديو منتشر بالواتساب حق مشهورة سعودية تتكلم عن فضل الصدقة سبحان الله يعني ارديت تذكرت ان انا قبل امطبق هالفكرة وشذي قلت ليش ما اردها مرة ثانية ارد اسويها وهالمرة ما انا مسويتها بروحي لا بقول حق متابعاتي كلنا نسويها علشان كلنا نشوف فضل الصدقة مع بعض باي امر بنات شنو ما يعني شنو الامر اللي في بالتش تأخير زواج تأخير انجاب حالتش المادية مزينة دراستش متعسرة عيالتش امورهم مزينة يعني باي نية كانت صلاح ابنائك تسخير زوجتش لتش باي نية اي نية حطيها في بالتش تصدقي كل يوم ابنية انها الشي يتحقق اه رح تشوفون فضل عظيم بنات مو بس بالشي اللي انتي نويتين ان تتصدقين علشانا لا حتى بالامور اللي انتي مو حاطتها في بالتش رح تشوفين بركة بحياتك اذا مثلا انتي قاعدة تصدقين حق مثلا امر زواج غير امر الزواج رح تشوفين بركة في حياتك من الناحية المادية من ناحية الصحة من كل النواحي رح فعلا فضل الصدقة فضيع شي يعني رح يبهرج لما تعطين الله الله يعطيك دايما مو شرط انا اتصدق علشان اه مثلا انا في ضائقة ولا عندي مريض او مو غلط اذا انتي في ضائقة ولا عندك مريض مو غلط التصدقين بالعكس شي صح بس حتى اذا انتي ما عندك اي مشكلة تصدقي تصدقي لان اللي يعطي الله بالرخة الله يعطيه بالشدة لما نتين يكون عندك امر متعسر او مشكلة او مصيبة او ايا كان وانتي عندك رصيد حسنات رصيد اعمال مسوية وايد اشياء زينا في حياتك وتين تطلبين الله الله يعطيك ما يصير احنا ننسى الله بالرخة ونتذكره بالشدة ونبي الله يوقف معانا وساعدنا ويعطينا لا مثل ما تبين الله يعطيك لازم تعطينا بالرخة قبل الشدة فخلوا الصدقة يعني هذي تكون قانون حياتكم طول عمركم والله لو امية فلس باليوم امية فلس باليوم يعني بالشهر ثلاث دنانير ثلاث دنانير ما تترس سيارتك بانزين ثلاث دنانير قيمة وجبة من مطعم ولا شي ثلاث دنانير بس تخيله ان انتي كل يوم تكتبين من المتصدقين كل يوم كل يوم كل يوم تخيلي انت قاعدة تعيشين في ظل الصدقة اللي قاعدة طلعينها كل يوم تخيلي الفضل تخيلي الفضل والبركة اللي راح تعيشينها في حياتك لان انت كل يوم قاعدة تصدقين طبعا انا في يعني في موقف ودي اذكره عن الصدقة وفضل الصدقة موقف بنات ابتشي بس خلس تأذن من ابوي اول اذا يعني سمح لي اقوله بقوله نأجلى بعدين بقول لكم الحين القصة اللي وصلتني بالواتساب وخلتني اتذكر ارد لكم موضوع البوكس او ارد انا اسوي موضوع البوكس واشرح لكم الطريقة وانه شلون تصدقون كل يوم القصة اللي وصلتني بالواتساب اقول لكم مشهورة سعودية اتكلم عن وحدة قيلت لها قصتها مع الصدقة تقول لكم وحدة كانت شايفة اثر الصدقة في حياتها كل يوم كل ما قعدت بمكان تسولف انا شفت فضل الصدقة وانه اتصدق كل يوم بريال كل يوم بريال وكل ما تقعد في اي مكان في اي مجلس لازم تذكر قصتها وفضل الريال هذا في حياتها اللي هي كل يوم تصدق بريال المهم ذاك اليوم واحدة من اللي صيرون حق هذي اللي كانت تتصدق كل يوم بريال كانت رايحة مع صديقتها سوق الذهب فكانت وهي تشتري الذهب بالمحل تسولف حق صديقتها عن قريبتها تقول لها ان في وحدة تصير لنا كل يوم تتصدق بريال وتغير حالها من حال الى حال كانت محتاجة صارت ما شاء الله يعني حالتها المادية وايد زينة يعني انتقلت من الفقر الى الغنى فكانت تسولف حق صديقتها عن حال قريبتها شلون تغير بفضل الصدقة منه كان يسمعها الريال اللي بمحل الذهب اللي بيع ذهب سمع فضل الصدقة وقصة ريال كل يوم اللي هي حاطت لها بوكس كل يوم تحط فيه ريال طبعا انتهي لما انتشترين ذهب لازم تعطين الصايغ بياناتك رقم تليفونك اسمك والى اخره المهم شرت الذهب اللي كانت تقول القصة حق صديقتها شرت الذهب والريال خذ بياناتها ورقم تليفونها وطلعت من المحل اقوب شهر كان يدق عليها رقم غريب ردت الو كان يقول لها واحد منهار يبشي كان يقول لها انتش سويت في حياتي انت قيرتي حياتي انت بموقف هي طبعا منه انت ما عرفك يعني صدمت كان يقول لها انا الصايغ اللي مره يتي شريتي منه ذهب وقلت قصة فضل الصدقة مع قريبتك حق صديقتك بالمحل وانا سمعتها انا من سمعتك ذاك اليوم وقمت كل يوم اتصدق بريال كل يوم يقول انا متزوج صار لي عشر سنوات وما الله رزقني بابناء ما حملت زوجتي عشر سنوات من عقب ما تصدقت كل يوم من عقب ما تصدق سمعت السالفة منه وقمت اتصدق كل يوم حملت زوجتي بعد عشر سنوات من الحرمان انا محروم من الابناء عشر سنوات وبفضل هذا الريال زوجتي الحين حامل طبعا كان منهار ويتشكر منها شوفوا يعني سبحان الله شون الله يسخر الناس للناس يعني الله سخر له واحدة تهي محلة وتقول القصة حق صديقتها وهو يسمعها ويطبق هذا الامر وتحقق امنياته قولوا ان شاء الله ان انت وبعد تسمعون سنابي ويسخرني الله لكم علشان تسمعون سنابي وتسوون هذا الامر وتصدقون وتحقق كل امنياتكم قولوا امين المهم قالت له الله مبروك وبلغني ان شاء الله اذا ولدت مرتك بالسلامة بلغني وفعلا احتم حمل مرتك وبلغها بعدين ان مرتك ولدت عقب سنتين رد كلمها مرة ثانية قال لها انا ما زلت مستمر على موضوع الصدقة كل يوم اتصدق بريال والحين حالي تغير من حال الى حال اموري طيبة حالتي المادية احسن يعني شاف فضل عظيم لهذه الصدقة شوفوا يعني واحدة محلة قالت القصة جدامة وهو تغيرت حياته من الى هذه القصة اللي وصلتني بالواتساب وذكرتني بموضوع البوكس طبعا انا البوكس تكلمت عنه قبل فترة وما شاء الله وايد متابعات طبقوا الفكرة الحين بقول لكم قصص متابعاتي مع بوكس الصدقة او عفوا قصص متابعاتي مع الصدقة مو مع بوكس الصدقة مع الصدقة بشكل عام فضل الصدقة واحدة من المتابعات تقول انا عروس وعندي مهر وكنت خاشة من هذا المهر مبلغ حك ساعة ماركة تقول تعرفين انت اسعار الماركات يعني غالية وتقولوا انا كنت طول الوقت انه ودي اشتري الساعة اكشخ فيها بنفس الوقت خايفة من الله وقاعد اقول لا فسق لا ما ادري شنو في ناس محتاجة انا اشتري ساعة بها القيمة وفي ناس ملاقية تاكل تقولوا طول الوقت هذا اللي يعني هذا اللي في بالي تقولين هذاك اليوم يعني خلاص قررت انه انا اخذ مبلغ الساعة اللي انا خاشته حق الساعة واتصدق فيه تقول خلاص قررت لتالله بعوضني ان شاء الله وباستغني عن كشخة الساعة وباخذ المبلغ وبتصدق فيه طبعا ايه شمسا ويام قسمة مهرها شي حق التصوير شي حق الصالون شي حق ما ادري شنو كي شي يعني شي حق النفنوف تقولوا فعلا ذاك اليوم وانا رايحة الجامعة اقوم اشيل المبلغ معاي مبلغ اللي خاشته حق تقول شلت المبلغ اللي خاشته حق الساعة وانا رايحة الجامعة وزعتها على الفقارة قلت هذي الاولى وقالله ان شاء الله بعوضني تقولوا قلل بعوورني خاطري خاطري بالساعة خاطري اكشخ بهالساعة يعني بيوم عرسي تقول المهم كان اقوم اشيل المبلغ ووزعها على الفقارة تقول والله العظيم رديت من الجامعة رديت البيت تقول ما أدري وين حصلت عرض قوي ما أدري يعني ظهر إن شارية نفنوف طلع معه الميكوب والتصوير كله عليه عروض تخيله وتقول قسما بالله شفت هاي المبلغ اللي أنا تصدقت فيه سجلة قالوا ما نقصه ما لوم منصدقة تقول المبلغ اللي أنا تصدقت فيه والصالون سوى عرض والتصوير عرض والنفنوف عرض رد لي المبلغ بالضبط يعني من المبلغ اللي أنا خاشته حق التصوير والصالون والبدلة تقول رد المبلغ اللي أنا طلعته اليوم الصبح حق العمالة والناس المحتاجة تقول تخيله يعني أهي طلعت مبلغ الساعة كامل أوكي من التصوير من عروض التصوير والصالون والبدلة رد لها المبلغ اللي طلعته كامل سبحانك ربي يعني راح تشتري الساعة اللي بخاطرها وأهي متصدقة شفتوا ديقول طبعا أنا يومها بيتشيت بيتشي يعني شنو شنو فضل هالصدقة العظيم اللي أشوفها بنفس اليوم بنفس اليوم أنا صبح أقرر إن الفقارة أولى مبلغ الساعة مني أرد العصر ألقى الصالون والتصوير والبدلة كلهم مسوين عروض ويرجع لي نفس المبلغ يعني نفس المبلغ اللي أنا طلعتها يرد لي مرة ثانية شفتها سبحان الله يعني صج فضل الصدقة عظيم عظيم ولما نكتب على البوكس ما نقص المالهم من صدقة صج ما نقص المالهم من صدقة فعلشان شذي أقول لكم لا تقولوا ما عندي لا عندك عندك 100 فلس عندك 50 فلس لا تقولوا ما عندي أقل مبلغ تقدرين عليه تصدقي فيه القصة الثانية بعد واحدة من متابعاتي بعد عن فضل الصدقة هذه تقول لكم سلمكم الله أنا ما عندي بالبينك ذاك اليوم إلا 20 دينار فقط لا غير تقولوا أنا حالتي المادية تعبانة وعندي عيال يعني ما حب أرد يعني أي شيء بخاطر عيالي ما حب أردد تقول والدي قال لي أبي أشتري أغراض من الجمعية تقولوا أنا محتاجة ماتشلة ومحتاجة وولدي يبي أغراض تقولوا أنا ما عندي إلا هل 20 دينار فقط تقول للمهم عندي 20 دينار بالبينك بروح أسحبها تقول لشان نزل ولدي الجمعية قلت لها روح حبيبي أترس العربانة تقول لها شنو الأغراض اللي أنا أبيها قلت لها أترس العربانة وأخذ الأغراض اللي بخاطرك وأنا بروح البنك أسحب وأي قالت لها شنو محتاجة تقول للمهم رحت البنك بسحب تقول ولا في صباي عمره تقول 13-14 سنة تقول واقف وراي شكله خرعني تقول على طول ظنيت بنفسي أنه هو حرامي تقول على طول حطيت في بالي أنه هو حرامي أو شي تقول شكله خرعني أنه خفت منه فكن طول الوقت خايفة وتقول وسحبت العشرين دينار وبسرعة بمشي تقول ولا فقيره هو واقف وراي وواقف ورا سيارتي مو لأنه حرامي لأنه حاطلة بسطة وبيع أثواب صلاة تقول تخيله وأنا شنو ظني تقول أهوه في عمر ولدي اللي أنا منزلتها الجمعية فتقول سكت فيني الدنيا ضايق خلقي أنا شون حطيت في بالي أنه الفقير هذا حرامي أو مثلا يعني إنسان مو زين تقول فطول الوقت من ركبت السيارة وأنا متضايقة مقموطة شلون أنا حطيت في بالي أنه هذا حرامي تقول وركبت السيارة ومشيت تقول بعدين ما ما قدرت تقول يعني حزيت بتعني بالضمير تقول كان أرد مرة ثانية تقول ما عندي إلا عشرين دينار تقول ما أعطي عشرة وأخلي عشرة قلت يلا مو ضروري اليوم أخذ ماتشلة بس بأخذ اللي بخاطر ولدي وبرد البيت بعشر دنانير أخذ اللي بخاطر ولدي ورد البيت تقول وفعل تقول قمت عطيتها لعشر دنانير ومشيت تقول يوم مشيت رحت الجمعية قل لولدي واقف عند باب الجمعية تارس العربانة أغراض واقف برا تقول تارس العربانة أغراض وينطرني شلون حاسب ما عنده فلوس تقول شان أنا دي حبيبي انت شن طلعك شون حاسبت شنو يايب كان يقولها يوم ما أنا كنت واقف بالجمعية جدام واحد وأنت يتأخرتي علي كان يقوم الريال ويدفع حسابي كامل شوفه وبنفس الوقت شافت فضل الصدقة تقول انهرت والله انهرت قسم بلا ما عندي لها العشرين دينار وولدي تارس العربانة أكثر من عشرين وريال كان واقف ورا ولدها عند المحاسب يوم تأخرت أمه قام دفع الحساب عن الولد وطلع من الجمعية نخيله شوفه سبحانك ربي شلون بنفس الوقت شافت فضل الصدقة استغنت عن عشر دنانير والله رزقها بأكثر من هالعشرة هذه قصص حقيقية من قصص متابعاتي أهم وقالوا لي أقولها لكم علشان تشجعون وتصدقون بنات تصدقوا كل يوم كل يوم كل يوم أبي أشوف كل متابعاتي كل واحدة على تسريحتها بوكس ما نقصة ما لهم من صدقة نفس ما تشترون من بوتيكي لما أقول لكم ندل شيء نفس ما تطبقون طبخاتي نفس ما تسوون نفس قهوتي كل الأشياء اللي قاعد تقلدوني فيها أبيكم تقلدوني بهذا الشيء اللي إن شاء الله بفيدكم إن شاء الله بينفعكم بالدنيا وبالآخرة بتشوفين فضلة الحين بالدنيا بحياتك بصلاح أبنائك بصلاح زوجك بكل أمور حياتك بتعجيل زواجك بأي أمر أنت تبينه في بالك بشفاء مريضك وبتشوفين فضلة يوم القيامة بالحسنات اللي لا تعد ولا تحصى أبيكم تطبقون هذا الأمر والدزول لي شنو الفرق اللي شفتوه في حياتكم شنو شفته شنو الأمر اللي متعسر ونحل شنو فضل الصدقة هذي في حياتك أبي دايما نذكر بعض بصدقة ودايما يعني نقول حق بعض القصص الحلوة اللي تشجعنا نستمر ترى الله رب العالمين ماكو أرحم منه وماكو أكرم منه لمن تسعين له وتعطينا رح يبهرج بعضاءه رح تشوفين شي ما تتوقع هنا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحقق لكم كل ما تتمنون كل شي تتمنونه وكل شي فيه خير وصالح لكم اللي أمر زواجها متعطل يا رب إن شاء الله يتسهل والله أرزقها نصيب الزين واللي الله ما رزقها عيال عبد الله يرزقها عيال واللي عندها إنسان مريض عبد الله يشافيه واللي حالتها المادية تعبانة واللي حالتها المادية تعبانة عبد الله يعنيها من واسع فضلة yeah ولي تجتهد بدراسة وامورها متعسرة عسى الله ان شاء الله يوفقها بدراستها واللي عيالها متعبينها ان شاء الله رب العالمين يصلحهم ويصيرون من احسن الابناء ان شاء الله واللي زوجها بعد متعبها عسى الله يسخرة لها دعوة من قلبي لكم احبكم ودائما احب اشارككم بالاشياء المفيدة اللي انا انا شفت فضلها في حياتي مو بس المتابعات مو بس القصص اللي نسمعها والله العظيم انا شفت فضل عظيم للصدقة في حياتي اللي اتطبق هالموضوع يليت اتصور لي واتدزلي علشان نشارك المتابعات ونذكرهم طبعا انا صار لي ساعتين اسولف صح شفت وش كذا انا مشتطة وقعدة اشرح وقول لكم القصص الحين المتابعات في فئة من المتابعات يضحكوني يذبحوني الفضول اللي فيهم يذبح الحين بهدون كل الموضوع بيسألوني بتلها شم تكفين البوكس جم فيه ولا بيسألوني بتلها شم تكفين شنو هذا اللي قاعدة تشربين والله العظيم حافظتهم ادري الحين اذا فتحت الدايركت بلقى هذي اسئلتهم عارف عارف قمت عارف متابعاتي بس طبعا انا ما اشبع فضولهم ما رح اقول لهم شنو اشرب ولا بقول لهم البوكس جم فيه لان البوكس انا والله ما ادري جم فيه كل يوم قط فيه مبلغ مختلف بناتوا قبل لا نختم موضوع الصدقة بس بقول لكم عن افضل مال تنفقينه وين فيه وين يكون على منه تخيلوا انه على اهل بيتك على عيالك يعني المال اللي تنفقينه على عيالك هذا افضل مال انفقتي يعني صح الفقير فيه اجر المحتاج فيه اجر بس الاجر الاكبر لما انتنفقين مالك على عيالك فدائما لما انتصرفين على عيالك او على بيتك دائما احتسبي الاجر في حديث يقول لابوي عن فضل يعني عن المال المنفق دائما نقول انه ما نحفظ الحديث بالضبط فعشان لا اقوله غلط بسألوا بوي وقول لكم اياه المهم بما معناه انه افضل المال اللي ينفق ينفق على اهل بيتك بسألوا بوي عن الحديث وقول لكم اياه سألت بوي بنات الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك سبحانك ربي يعني شفتي افضل المال تطلعنا اللي تطلعنا على عيالك وبيتك على اهلك فدائما حتى هذا احتسبوا فيه الاجر لما انتين تطلعين احتسبي الاجر هذا افضل مال تنفقينه وبعد ابي قال لي اذكر لكم معلومة ثانية حلوة اه 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 ان الصدقة على الغريب صدقة لكن على القريب على قريبك يعني اذا عندك احد محتاج صدقة وصله سبحان الله اجرين يعني ما تصدقين على انسان غريب صدقة بس صدقة بس اتاخذين اجر الصدقة لكن اذا تصدقتها على احد قريب يعني من اقاربك صدقة وصله يعني صلة رحم وصدقة فيها اجرين فبنات اللي عندها احد محتاج من اهلها قريب منها لا تنسونهم من الصدقة هذين أولى من الغريب أولى من الأشخاص اللي ما تعرفينهم هذين فيهم أجرين فيهم أجر الصدقة وأجر الصلاة وعسى الله يا ربي يغني كل محتاج وفي نهاية هذا الموضوع أطلب منكم شي واحد بنات تدعون حق والدي بطولة العمر والصحة والعافية وعسى الله يخلي لنا وديم على روسنا عمرنا كله بنات أبوي وهو اللي دائما يوصيني أن أذكر بسنابي الأشياء اللي فيها فايدة وأجر ودائما اللي يحرص على هذا الشي يقول لي عندك مئات الآلاف من المتابعين يا تخلينهم شاهد عليك يا تخلينهم شاهد لك ودائما يذكرني بالمعلومات هذه المفيدة اللي أذكرها لكم اللي فيها فايدة لكم ولي فأبي منكم الدعاء له والوالدتي بطولة العمر بالصحة والعافية والله يخليهم لي وعسى عيني ما تبجيهم قوله وامين ترجمة نانسي قنقر